أولها أنا أرفض هذا الافتراض بأن هناك حلا عسكريا للقضية الإيرانية النووية فإذا أن تفجر إسرائيل بعض المنشآت النووية في إيران يعني هناك العديد من المنشآت الإيرانية في إيران هل ستفجرها جميعا مرة واحدة؟ هذا غير محتمل وكذلك بعض منها موجود تحت الأرض بعمق في الجبال وحتى إذا أمكن للإسرائيليين أن يقوموا بذلك في عملية عسكرية واحدة أن يدمروا كافة المنشآت النووية في إيران فهي ليست قادرة على أن تفجر طريقة معرفة والدراية التي يمتلكها العلماء النوويون في إيران في أذهانهم ربما يتأخر البرنامج النووي الإيراني تبعا لذلك ولكن ما من حل عسكري لمنع إيران من التقدم في برنامجها النووي وكذلك فإن إيران حاليا لم تطور السلاح النوويا ولكنها أكثر احتمالا منذ قبل أن تقوم بذلك إذا هاجمت إسرائيل إيران وطبعا الولايات المتحدة ودول الغرب لن تتعاطف حينها مع استجابة إيران لذلك بتطوير قنبلة نووية ولكنني أعتقد بأن عدة دول في المجتمع الدولي ستقول لا نرغب في انتشار نووي ولكنني أعتقد بأن إيران مبرر لها الآن أن تحوز قنبلة نووية بسبب الهجمات الإسرائيلية ضد إيران فإذن أصبح الأمر مشروعا من ناحية أمنية تمنح إيران المبرر لأن ترغب في حيازة سلاح نووي فإذن مربط الفرز هنا أنني لا أعتقد بأن هناك أي مصلحة إسرائيلية يمكن أن تتحقق بتفجير المفاعلات النووية الإيرانية وإذا عدنا بالتاريخ قبل عقد من الزمان حيث كانت هناك مقالة نشرتها في إسرائيل حول ذلك نتنياهو آنذاك كان رئيس الوزراء أمر الجيش بأن يتخذ تجهيزات لازمة من أجل ضربة ضد المفاعلات النووية الإيرانية ولكن الدولة العميقة في إسرائيل وأنا أعني هنا الجيش الأعلى وليس الشخصيات الرسمية التي انتخبت قالوا حينها لناتنياهو لا لا لن نقوم بذلك لن نقوم بتفجير إيران لأن هذا سيجعل إسرائيل في موقف أسوأ كثيرا إذا قمنا بذلك وأعتقد حتى يومنا هذا وقد لا أكون على صواب ولكنني أعتقد بأنني على صواب بأن الحسابات الإسرائيلية حسابات الدولة العميقة الإسرائيلية لم تتغير أنا شخصيا وهذا رأيي شخصي أظن بأن قيادة إسرائيل التي تتحدث عن تفجير المنشآت النوية الإسرائيلية هو مجرد محاولة إخافة الإيرانيين باعتقادهم بأن إسرائيل قد تقوم بذلك لكنني لا أحسب بأن إسرائيل على درجة من الحماقة ليقوموا بشيء من هذا القبيل تجاه إيران ترجمة نانسي قنقر